اشتركوا في القناة احوال التقص من خلال تسلسل القمر الاستناعي كانت هناك سحب عابرة في اغلب مناطق البلاد تكاثفت تدريجيا بعد الظهر في الشمال والوسط وكانت مؤقتا رعدية بقية هذا اليوم باش يتواصل وجودها في كامل مناطق البلاد مرفوقة ببعض الامطار المتفرقة مع امكانية تساقط البرد باماكن محدودة بالشمال والوسط درجة الحرارة لهذه الليلة باش تتراوح بين 15 و 19 درجة في الشمال والمرتفعات الغربية وتكون بين 19 و 23 ببقية الجهات في الجنوب باش تكون بين 23 و 27 درجة وتصل الى 30 درجة باقصى الجنوب غدوة ان شاء الله درجة الحرارة باش تعرف انخفاض طفيف ونلقا بعض الامطار المؤقتة الرعدية في الشمال والوسط وتكون ضعيفة ببقية الجهات رقا 29 درجة في كل من زغوان وتونس ونابل 27 في بنزارة وباجة 28 في جندوبة 27 في كل من الكيف والسيليانة والقصرين 30 في سيدي بوزيد 31 في القيروان 30 في كل من سوسة والمناستير 29 في المهدية في الجنوب 30 في سفاقس 29 في جبس 30 في مدنين وتطاوين 31 برمادة 35 درجة ببرج الخضرة 32 في جبلة 33 في توزر 31 درجة بقفصة فيما يخص الملاحة والصيد البحري هناك اعلام بريح قوية الاعلام هذا يسير المفعول لمدة 24 ساعة ابتداء من يوم غد على الساعة الواحدة صباحا المناطق المعنية هي شمال تونس وشرق تونس محليا الريح تكون غربية وسرعتها توصل ل40 عقدة في خليج تونس ومنطقة سيرات الريح تكون شمالية غربية سرعتها تكون بين 25 و35 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب في خليج الحمامات تتواصل الريح شمالية غربية سرعتها تكون بين 20 و25 عقدة تزيد تتقاوى فعاليتها وتوصل 35 عقدة والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب في خليج جابس ومنطقة الشابة وجربة الريح تكون جنوبية شرقية فشمالية شرقية سرعتها تكون بين 20 و25 عقدة تتقلص فعاليتها وتكون بين 10 و20 عقدة والبحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب درجة حرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية في نواقشة 33 درجة دار البيضاء 26 الجزائر 26 كذلك مع بعض الصحب 24 بالريباط 30 في ترابولس القاهرة 36 المدينة المنورة 43 و41 درجة بمكة المكرمة الدوحة تقس مغيم 41-42 في أبوظب الكويت 40-34 في دمشق بيروت 29 تقسي كونسافي عامين 32-38 في بغداد و29 درجة بالقدس الشاريف بالنسبة للبلدان الأوروبية إسطنبول 33 درجات منخفضة بموسكو نلقى 9 درجات وتقسي كونممتر أفينة 32 مع بعض الصحب وفينا تقس ممتر 21 روما تقس ممتر كذلك 25 أمستردام 19 بيرلين 21 وكوبنهاجن 18 درجة مع بعض الصحب لندن تقس ممتر 19 تقس مغيم بباريز 20 درجة ستوكولم 19 جونيف 21 بروكسيل 21 كذلك مع بعض الصحب تقس مغيم بمرسيليا 27 درجة مدريد 26 ولشبونة 29 درجة والتقس يكون صافي أحوال التقس بالنسبة للليمات الجاية يوم الثلاثاء درجة الحرارة تتراوح بين 27 و31 درجة في الشمال والوسط وتكون بين 31 و35 ببقية الجهات تكون هناك بعض الصحب في أغلب مناطق البلاد مرفوقة ببعض الأمطار الضعيفة في أقصى الشمال الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات البحر يكون مضطرب بالشمال ومضطرب فقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية يوم الأربعاء درجة الحرارة بشتعرف ارتفاع طفيف تكون هناك بعض الصحب في أغلب مناطق البلاد خاصة كثيفة في الشمال الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا في السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل أوقات الشروق والغروب الشروق بحول الله غدوا يكون على الساعة السادسة واربع دقائق والغروب على الساعة السادسة ووحد وعشرين دقيقة لمزيد من الاستفسارات تتنجموا تزوروا الموقع الخاص المعهد الوطني للرسل الجوي نجموا تبعثوا إرساليات قصيرة ولا تتصلوا بالموازع الصوتي 88404 أسفا ونشكركم على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة